اشتركوا في القناة لكن رب عز وجل الملله ليس كمال لنا ملله يخلص فيه ولا نستطيع أن نكيفه كالغضب مثلا الغضب إذا غضب الإنسان تصرف تصرفا طائشا ربما يطلق نساءه ويطرب أولاده ويكسر أوانيهم لكن هل غضب الله يستلزم هذا لا يستلزم فيجب أن تعلم أن جميع الصفات التي أثبتها الله نفسي ورسوله واجبة ولا يحل لأحد أن يحرف الكلمة عما وضعه بحجة أن هذا نقص بالنسبة لنا هو نقص بالنسبة لنا وليس نقصا بالنسبة لله عز وجل الجبروف والتكبر بالنسبة لنا خلق سيء بالنسبة لله كمال كما قال عز وجل الجبار متكبر نحن نقص بالنسبة لنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر